موسيقى وحيكم مشاهدين مجددا نهلا بكم لمن التحق بنا في هذه الساعة فترة النقاش من الصباح نيوز وفي هذا اليوم اليوم المئة والاربعين من حرم الإبادة في غزة يواصل الاحتلال الصهيوني عضوانه على القطاع مخلفا شهداء وجرح وسط تحذيرات وكلة إغاثة أممية من وقوع كارثة في القطاع كثفت قوة الاحتلال غارتها على رفح وخان يونس جنوب غزة بينما تكبدت قوة الاحتلال خسائر خلال معارك ضارية مستمرة في حي الزيتون بمدينة غزة كما أعلنت كثائب القسام أنها قتلت جنودا من قوات الاحتلال في خان يونس وقالت في جانب آخر وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي بريت ماكورغ أبلغ قادة الاحتلال بضرورة التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وإرسال وفد إلى محادثات باريس للحديث أكثر حول كل هذه التطورات والمستجدات الميدانية في القطاع التحق بنا الدكتور أحمد شديد المختص في الشأن الصهيوني من الخليل أهلا بك سيدي أهلا بك وسعد الله وصباحكم بكل خير صباح الخير إذن نبدأ أستاذ أحمد مما يعيشه القطاع ووسائل إعلام عبرية طبعا أقصد مما يعيشه الكيان وليس القطاع وإنما وسائل إعلام عبرية قالت إن مجلس الحرب صدق على إرسال وفد إلى العاصمة الفرنسية باريس لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرة مع حركة حماس بعد نحو خمسة أشهر من العضوان هل وصل الاحتلال إلى مرحلة اليقين بأن مصارى المفاوضات هو الحل الوقت في الإطرائيل الذي صادقت حكومة الاحتلال على طلب بن نتنياهو لإرساله إلى باريس على عكس ما تقدم به الوزير اعتمار بن كبير من مطالب لرئيس الحكومة إذ أنه طالب نتنياهو بالإبقاء على الضغط العسكري والحصار الاقتصادي ومنع دخول أي شكل من أشكال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة باعتقاد بن كبير أن الضغط العسكري والحصار والتجويع هو الذي يمكن أن يأتي بالثمار ناسيا أو متناسيا أن خمسة أشهر تقريبا لم تحقق للإحتلال رغم قوة الغاشمة التي يستخدمها ضد القطاع لم تحقق له أي من الأهداف التي حددتها حكومة الاحتلال ولكن فيما يتعلق بالوفد الذي يتوجه إلى باريس وهنا اسمح لي أن نضع الأمور بين نصابها الصحيح المحطة الرئيسية للتفاوض حول قطاع غزة هي في الحقيقة القاهرة لأكثر من اعتبار الاعتبار الأهم وهو الجغرافية إذ أن قطاع غزة لا يضبطه بأي من الدول باستثناء حدوده مع جمهورية مصر العربية ولكن توجه الوفد إلى باريس هو مرده إسرائيليا سبب واحد وهو مجاملة الفرنسي من أجل ورقة أخرى مختلفة تماما عن ورقة قطاع غزة وهي ورقة لبنان وحزب الله إذ أن الدولة الوحيدة التي يمكن أن نقول أنها فاعلة من الدول الصديقة لإسرائيل والمدافع عن حقوق أو عن ما تدعيه إسرائيل من حقوق ومن مسببات لزعزعة أمنها هي فرنسا وبالتالي لا يمكن لأي دولة من الدول بالعالم أن تتحرك داخل التعقيدات التي تسود التركيبة الاجتماعية والسياسية والحزبية في لبنان إلا فرنسا وبالتالي الإسرائيل يغازل الفرنسي من خلال الحديث عن حماس وقطاع غزة والأسرة وفي الحقيقة هو يطلب تدخل فرنسي أكثر عمقا وتجديدا وأكثر وضوحا فيما يتعلق بالحدود الفلسطينية اللبنانية إذ أن المقاومة اللبنانية وإذا ما تدرجنا بقعد العمليات لسلوكها نجد أنها توسى يوميا دقة القصف على المستوطنات في شمال فلسطين ومنذ يومين ونحن نرصد هناك قصف مستمر استمر لفجر اليوم على المستوطنات المتواجدة على هضبة الجولان السورية المحتل انطلاقا من الأراضي اللبنانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية المتواجدة به هضبة الجولان وهذا ما دفع بنمينة تنياه إلى زيارة هضبة الجولان يوم أمس ولكن الذهاب إلى فرنسا هو مجاملة إسرائيلية للفرنسيين من أجل السعي بحل المشكلة الأمنية المتعقدة ولا تزداد تعقيدا مع لبنان طيب التوسع في عمليات المقاومة دكتور أحمد يعني ما تحدثت عنه أن جنوب لبنان يشهد عمليات كثيفة خلال الأيام الماضية وخلال الأيام هذه الجارية ومنذ أمس أيضا لحظنا هذا الأمر يعني هذا التوسع يتخوف منه الاحتلال الصهيوني خاصة حكومة بن يمين نتنياهو من أن يؤدي بها إلى مأزق الدخول في معركة مع لبنان واضح بأن الأمريكي غير جاهز للدخول في حرب مع لبنان كما دخل في البحر الأحمر وهو الآن يشعر أنه تورط وبالتالي يحاول استدراج بعض الدول الأوروبية واستجابت بريطانيا وغيرها من الدول لمناشدات الأمريكي والمطالبات ولكن في الساحة اللبنانية واضح بأن الأمر مختلف تماما الأمريكي غير جاهز وغير مستعد لخوض هذه الموادعة وبالتالي وطيرة التهديدات الإسرائيلية للبنان قد تراجعت شهدنا في نهاية شهر يناير وبداية شهر شباط يعني قبل حوالي 20 و 25 يوم وطيرة عالية جدا ارتفعت من التهديدات الإسرائيلية ولكن يبدو بأن الرسائل التي أرسلها الاحتلال الإسرائيلي مباشر إلى لبنان وحزب الله إضافة إلى الوسيط أوكشتين وكذلك الوسطاء الفرنسيين لم تثمر أو لم تحقق أهدافها لدى المقاومة في حزب الله وبالتالي الإسرائيل الآن شعر بأن التهديدات وتضخيم على اعتبار بأن إسرائيل ستعيد لبنان إلى ما كذا وكذا أرسل حزب الله رسائل بن نيران من خلال تصوير أهداف حساسة تمت رصدها وتصويرها بأثناء أصفة وبالتالي الإسرائيلي يعني تماما بأن الدخول في مواجهة مع لبنان يعني كارثة حقية ستحل على المجتمع في إسرائيل إن كان ليس اقتصاديا وإنما كذلك بشريا وعسكريا ولا نريد أن نكرر ما قاله الأمين العام لحزب الله وما تعرفه الاستقبارات العسكرية الإسرائيلية من إمكانيات ضخمة لدى الحزب طيب المبعوث الأمريكي بريت ماركوك أبلغ أيضا أستاذ أحمد قادة الاحتلال أبلغهم بضرورة التوصل إلى اتفاق مع حماس وإرسال ووفد إلى محادثات باريس ما الذي يعني هذا التحرك من واشنطن لدفع عملية المفاوضات قدما أشكرك مرة أخرى البحر الأحمر الأمريكي وجد نفسه متورطا في البحر الأحمر عدا عن تتساع رقعة الاشتباكات في سوريا والعراق وبالتالي الأمريكي الآن يعي تماما بأن توقف العمليات العسكرية للجيش اليمني في البحر الأحمر هو مرهون ومرتبط بشكل وثيق وعضوي فيما يحدث في القطاع غزة وبالتالي الأمريكي الآن سيسعى بطريقة وبأخرى لخفض التوتر على الأقل في القطاع غزة وسمعنا ذلك صراحة من رئيس بايدن وابن بلينكين بأن وزير خارجيته بأنه لا يولدون صورا للقتل والدمار تخرج إلى العالم بمعنى بأن الكرت الأخضر للإسرائيلي متاح ولكن لا نريد كثيرا من الضجيج حول عمليات القتل التي يقوم بها جيش الاحتلال إذن هناك حلقة يسقطها البعض أو يقولها وهي المصالح الأمريكية الآن التي تتعرض للخطر في البحر الأحمر وبحر العرار إذن المرد الوحيد الذي يتبع الأمريكي والمسبب الوحيد لهذه الدبلوماسية النشطة أمريكية ووصولا إلى الحديث عن دولة فلسطينية هو فقط تعرض المصالح الأمريكية للخطر وعجز الجيش الأمريكي عن درق تلك المخاطر وبالتالي الآن أمام الأمريكي فرصة واحدة ووحيدة وهي أولا العودة إلى مربع الوسيق وهذا طبعا مستحيل للولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها في مصاف المعتدي على الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وليس فقط من خلال التعم العسكري لإسرائيل وكذلك التخفيض من حدة التوتر في القطاع على أمل أن تتوقف العمليات العسكرية لكي تتوقف عمليات البحر الأحمر التي هي مهددة ليس فقط من المصالح الأمريكية وإنما كذلك للبعد العسكري وهيبة الأساطير الأمريكية كان ذلك الوصول السادس الذي ينتشر في منطقة الشرق الأوسط أو هيبة الولايات المتحدة التي تتكسر على صخرة مجموعة من المسلحين المقاتلين الذين ينتشرون في جبال صعدة وصنعاء والحديدة وما إلى ذلك من مدن جمنية طيب أستاذ أحمد لماذا هذا الإصرار كله من واشنطن في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة على استغلال كل وسائل الضغط المتاحة حتى من قبل الاحتلال وأقصد هنا تجويع والقتل المتعمد والممنهج والقصف المتواصل العشوائي والتهديد أيضا باجتياح رفح وغيرها من الأمور التي يقوم بها الاحتلال بمباركة من واشنطن يعني هذا الإصرار لماذا كل هذا الإصرار من واشنطن في مقابل فتح المجال أمام المفاوضات الصراخ الذي نسمعه في أوكرانيا مرتبط ارتباط وثيق بمسرح العمليات منطقة الشرق الأوسط على قاعدة بأن الروسي والصين الآن هم ليسوا متفرجين وإنما كذلك دعنا نقول مرتاحون جدا للتورط الأمريكي في المنطقة الهزيم التي يتلقاها الأوكران بين مستوجدين حلف الشمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية هي تؤلم وتوجع الأمريكي بشكل مباشر على اعتبار بأنه هو رأس هذا المحور رأس هذا الحلف الأمريكي غير قادر على الموازنة في جبهات القتال إلى مجاز التعبير إن كان في أوكرانيا أو في كافة مؤر التوتر التي الأمريكي حاضر وجزء منها إن كان ذلك بين الكوريتين أم التايوان والصين وكذلك منطقة الشرق الأوسط ومسألة أوكرانيا إضافة إلى جزئية بغاية الأهمية وهي تعيدنا إلى حلف شمال الأطلسي في الأعوام 2002-2003 عندما توقفت بعض الدول عن نفع مخصصات في الحلف وطالب وزير الدفاع في حينه الأمريكي رامس خلف برفع مستويات مشاركة الدول من 2% إلى 5% من الدخل القومي في حلف الشمال الأطلسي تفكك إلى حد ما معنويا في حينه الحلف وصولا إلى انسحاب تلويح بعض الدول في الانسحاب اليوم أوروبا تعيش إلى حد ما نفس الفترة التي عشتها قبل 22 عاما بان احتلال العراق وأفغانستان وبالتالي الأمريكي يجد نفسه اليوم أمام رقعة شطرنج هو مخترق في الكثير من مربعاتها فسيسحى جاهدا إلى العودة إلى الخلف عدة خطوات من أجل طبعا التخطيط والتجهيز ما هو قادم وبالتالي بؤرة الصراع اليوم الأسوأ أمريكيا هي قطاع غزة لما تسببه من مواعث أخرى وتوترات مرات أخرى وكذلك الأوكرانية التي نرى الهزائم التي تلقاها الأوكراني المدعوم بشكل كامل من حلف شمال الأطلسي طيب هيئة البث قالت أمس صهيونية أقصد قالت أمس بأن حكومة بن يمين نيتنياهو ستمنح وفدها التفاوضي صلاحيات أوسع لربما هذه النقطة لأول مرة ستمنح صلاحيات أوسع عن المرة السابقة في الجولة الأولى من المفاوضات باريس هل هذا يعني بأن نيتنياهو رذخ لأعضاء مجلس الحرب في ظل الخلافات الشديدة بينهم؟ سبق ذلك حملة ترويج كبيرة في الإعلام الإسرائيلي قالت بأن المقاومة الفلسطينية وحماس قد تراجعت إذ أنها تراجعت عن مطلب إطلاق صراحي الخمسة ألاف أسير فلسطيني إلى ثلاثة ألاف أسير وبالتالي فهمت هذه الجوقة الإعلامية الكبيرة جداً التي طبعاً توجه من قبل الرقابة العسكرية وهي جزء من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فسرت على أنها تمهيد إسرائيلي من أجل تقديم تنازلات ولكن بالمقابل السياسة الإسرائيلية ليست متناقضة وإنما منسجمة ومتصقة بشكل كبير إذ أنها مساء أمس أي قبل سويعات أقرت بناء ثلاثة ألاف وخمسمائة وحدة سكانية في مستوطنات كيدار وعوفرة إضافة جنوب محافظة بيت لحم أي جنوب القدس ومعلي أدومين مستوطنة معلي أدومين شرق القدس هذا يعيدنا للمخططات التي طرحت قبل أكثر من ثلاثين عاماً عن القدس الكبرى التي تمتد إلى حدود محافظة بيت لحم جنوباً وإلى البحر الميت والأغوار الفلسطينية شرقاً وبالتالي الإسرائيل اليوم يقوم أحياناً باستعادة بعض الملفات عن الرفوف من أجل أن يمارسها وأن يطبقها على الأرض في الوقت الذي يغازل فيه إن كان باريس أو القاهرة أو حتى كذلك أحياناً قطر من خلال الحديث عن تنازلات التنازل الأكبر إذا ما جاز التعبير واسميناه تنازل هو وقف العدوان وقف العدوان يعني حل كافة المشاكل وهذا منتهى الوقت أعلنته المقاومة الفلسطينية على لسان قادتها المطلوب أولاً وأخيراً هو وقف العدوان من غير المنطق أن تفرط المقاومة الفلسطينية بالمئة وستة وعشرين أسير الذين لديها ثم تذهب إسرائيل إلى صحب قطاع غزة ولا يمكن للعالم ولا يمكن لمن يقود قطاع غزة وعلى وجه خصوص الإخوة في المقاومة الفلسطينية أن لا يكونوا قد قرأوا التجارب السابقة للشعوب وتاريخها وليس أخرها العراق عندما سمح للخمسة ألف أمريكي وفرنسي وبريطاني بمغادرة الأراضي العراقية قبل الخامس عشر من يناير 1991 طيب أستاذ أحمد يعني الإجراءات التي يسعى إليها أو لها وزراء المتطرفين في حكومة نيتنياهو من خلال عمليات الاستطان والإجراءات المتعلقة بشهر رمضان ألا تفجر الوضع أكثر في الضفة الغربية وهذا في صلب توجهات الوزراء إن كان وزير الثقافة وإن كان وزير التعليم في إسرائيل أو اسمدرش بن كبير وكذلك نيتنياهو الذي يسعى لإيجاد بؤر أخرى من أجل الاستمرارية في قيادة الحكومة الإسرائيلية إذن هناك توجه لدى حكومة الاحتلال خط مزيدا من التصعيد هنا نذهب إلى شقائنا الشق الأول وهو دين عقائد الباحث والذي يتعلق بإنهاء ما يطلق عليه إسرائيليا مهزلت إبطاء حائط المكة أو المسجد الأقصى طبعا في سيطرة المسلمين تحت سيطرة المسلمين وهم يريدوا إعادة صياغة مركبات المسجد الأقصى كتلك التي حصلت في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وإذ تم تقسيم المسجد زمنيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين وهذا هدف واضح تسعى إليه حكومة الاحتلال وغلاة المتطرفين المستوطنين الذين هم أصيل اليوم من الحكومة وإضافة إلى مسألة فغاية الأهمية وهم اليوم في ضل حصار اقتصادي على الضفة الغربية وتقطيع الأواصلها تعود هذه الإجراءات إلى سنوات سبقت السابع من أكتوبر بسنوات تعود إلى 2018 و19 حصار اقتصادي بل تجويع على الضفة الغربية تبارسه حكومة الاحتلال تسعى من خلال رفع التصعيد وصولا إلى مبررات الاختراف واتكاف جرائم قتل أكثر وأكثر وأكبر إجراماً قد بالمفهوم الإسرائيلي أن تدفع فلسطيني إلى مغادرة أرضه متجهة بالاتجاه الشرقي إلى المملكة الأردنية وهذا طبعاً غير والد والدليل على ذلك بأننا اليوم بعد سبعين عاماً مزال من النكبة الأولى مزال فلسطيني في أرضه متشفثاً بها ولكن هذه التصعيدات وهنا اسمح مغادرة مربع التحليل هذه كلها تقع في ظل صمت عربي بكل أسف نقولها اليوم الفلسطيني لم يعد يعني زال وجه الخجل إلى حد ما أمام هذه الجرائم التي تقابل بصمت عربي غير مصبوك اليوم المائة وأربعين ليس للحرب وإنما الجرائم ترتكب آخرها قبل ساعات مجزرة في دير البلح بحق أطفال ونساء من الذين نزحوا إلى أماكن حددها لإحتلال أنها آمنة طيب لو تحدثنا عن ما يعيشه الكيان أستاذ أحمد يعني من وضع اقتصادي صعب هناك مؤشرات كثيرة من بينها ما تم تدوله مؤخرا في وسائل إعلام عبرية حول 11 ألف عامل عاطل عن العمل من الصهاينة طبعا المستوطنين في الأراضي المحتلة وأيضا عدد من العوامل التي تؤشر إلى انهيار اقتصادي قد يعيشه الكيان خلال الفترة المقبلة ألا يتخوف أو لا تتخوف وزراء أو عفوا وزراء وأيضا قادة الاحتلال من هذه العوامل وهذه الأمور من وقوعها في المستقبل القريب يعني درسنا في أدبيات الحركة الصهيونية أن الحركة الصهيونية لا تواجه مشكلة اقتصادية بحث في تاريخها وعلى الأقل بالمئة عام الماضي وبالتالي الإسرائيل الذي يقرر الآن في حكومة الاحتلال يعرف تماما أن الحديقة الخلفية الاقتصادية لإسرائيل هي مفتوحة وواسعة وستتر عليه المليارات التي سيتنفس من خلالها ولكن هل بالإمكان إقناع وهنا المفصل الاستراتيجي الذي يخشاه نتنياهو وحكومته هل بالإمكان الإقناع المواطن المستوطن الذي قدم من الناروج والسويد والدنمارك والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هل بالإمكان إقناعه بالسمن والعسل الذي وعد به وفق أدبيات الحركة الصهيونية في ظل هجمات مسلحة في ظل عمليات مقاومة في ظل الصواريخ في ظل تهجير داخل نزوع داخل من مستوطنات غلاف قطاع غزة ومستوطني شمال فلسطين إلى مناطق القدس وتل أبيب هل بالإمكان إقناع هذا المستوطن بسمن وعسل هذه البلاد التي تم إفهامه أنها بلاد فارغة بلا أرض بلا شعب هنا المفصل للسراتيجي الذي تكشى حكومة الاحتلال وبالتالي الاحتلال اليوم يسعى جاهدا إلى إيصال التعويضات المالية بشكل دوري إلى الأفراد وليس كما أعدنا في الحروب السابقة أو المواجهات السابقة لمؤسسات للمستشعيات للمدارس ما إلى ذلك من تفاصيل إلى المجالس المحلية والبلدية الآن الاحتلال الإسرائيلي تسعى وزارة المالية إلى الوصول إلى الأفراد في محاولة لإبقاء بعضا من الإيمان المتبقي في المشروع الصهيوني والحركة الصهيونية وأرض المعاد وأرض إسرائيل وأرض الأباء وأرض الأجداد هنا المفصل المهم أما بما يتعلق بالمحصلة الاقتصادية أو المحفظة الاقتصادية الكبيرة نعم على المدايات الآنية والمتوسطة إسرائيل ستواجه أزمة اقتصادية كبيرة جدا ولكن ما إن تستفيق المنظمات اليهودية في العالم من غفوتها والتي لغاية الآن لم نسمع عن دعم باستثناء طبعا دعم الولايات المتحدة لم نسمع عن دعم من الإباك أو من المنظمات اليهودية في العالم لإسرائيل وكان يحدد مجائما وبالتالي المتوطنات خبر عن قصف المتوطنات اليهود اليوم يفكر مليا وجديا بإبطاء الروح المعنوية لدى اليهود وإيمانه بالمشروع الصيوني أكثر من البعدة الاقتصادية ولكن فيما يتعلق بما تفضلت في ذكر 11 ألف عامل باعتقادي أن العدد يفوق ما تفضلت به على الأقل 12 أو 13 مرة هناك بطالة تفوق 140 ألف قد تم تسجيلهم في مراكز البطالة منذ 7 أكتوبر في المراكز الإسرائيلية أستاذ أحمد 11 عامل فقط خلال فترة جونفي يعني خلال فترة يناير فقط من المدة فقط هذه هي 11 بحسب وأنا لم أذكر هذا الأمر لكن 11 فقط خلال شهر فقط واحد تم تسجيل هذا الأمر هناك أيضا عوامل أخرى أستاذ أحمد من بينها يعني نزوح المستوطنين من شمال الأراضي المحتلة يعني مع الحدود مع لبنان بالإضافة إلى نزوحهم على غلاف غزة يعني عدد كبير ما يفوق 120 ألف نازح من المستوطنين إلى داخل الأراضي المحتلة وأيضا بالإضافة إلى الخسائر التي تسجل يوميا على المستوى الاقتصادي هذه العوامل ألا لربما تدفع بالضغط في الشارع لانفجار الشارع الإسرائيلي يعني الصهيوني في الأيام المقبلة العمليات التهجير التي تحدثت عنها وأنا يعني وضحت الصورة فيما يتعلق بالعدد 11 ألف فهو فقط في شهر يناير العداد التي تم تهجيرها والتي نزحت من مستوطنات قطاع غزة ومستوطنات شمال فلسطين وتم التعامل معها بطريقة أمنية أكثر ما هي إيواء اجتماعي بمعنى بأنه يمنع على كل الذين تم تهجيرهم والعدد يقارب الـ 270 ألف إسرائيلي تم تهجيرهم من أماكن سبناهم الطبيعية أو السابقة في المستوطنات محيط قطاع غزة والشمال يمنع عليهم الحديث أنا ما كنتواجدهم التقاط صور للأمكنة التي هم فيها وإن كانت مبنى سكنية أو حديقة عامة يمنع عليهم الحديث بشكل مطلق ومن يخرج هذه التعليمات والتي مرتها البعد الأمني والرقابة العسكرية إضافة إلى إبقاء التماسك على الجبهة الداخلية خوفا من الانهيار هو جاء بعد تصريحات لرئيس بلدية مستوطنة أو مدينة سديروت المحاجدة لقطاع غزة والتي سبق للمقاومة الفلسطينية التي اشتعتها يوم السابع من أكتوبر عندما تحدث عن معاملات سيئة يواجهها سكان المدينة الذين نزحوا إلى مناطق الأبيل والقدس وإله في أول أيام الحرب وبالتالي بعد هذه التصريحات صدر التعليمات واضحة جدا وصالمة جدا يمنع حتى تحديد أماكن سكناك إن كانت على مواقع التواصل أو غيرها من الوسائل وبالتالي هنا الإسرائيل يتعامل مع النزوع بداوية أمنية أكثر منها الجاوية الاقتصادية ولكن الجواب الاقتصادي حاضر وبشكل غير طبيعي خاصة وأنه وهذا ليس سبا أن الإسرائيلي لا يقبع على معيشة العرب نحن نشاهد اليوم أو الشرقي بشكل عام نحن نشاهد بأمنات ألاف الفلسطينيين يتكدسون في رفع هذا لا يمكن للإسرائيلي أن يستوعبه لا يمكن للإسرائيلي أن يقبل عليه معيشة لذلك نعود إلى فكرة الهجرة العادية التي يفكر بها الكثير من الإسرائيليين ومرة أخرى لا نكشف سرا هذه معطيات مطار اللد الدولي مطار بنغريون يوم الأحد ليس الفائت والنمه القبلي سافر من المطار 24600 مسافر هذا الذي يغادر البلاد يغادر فلسطين في هذه الظروب لا يمكن له أن يفكر بالعودة وهذا الخطر الأكبر على المشروف الصيوني طيب أستاذ أحمد يعني لو نعود إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع وما يعيشه نحو مليوني شخص في القطاع من مجاعة استعمال سلاح التجويع في غزة ما هو التوصيف المناسب لمثل هذه الجرائم في حق أزيد من مليوني شخص من المدنيين في غزة من المفترض أن القانون الدولي والإنساني يحميه طبيعة الواقع الذي نعيشه نحن الشعب الفلسطيني يفرض علينا قراءة ما يصدر من الإسرائيلي من روايات حول المعاملة التي واجهها أو لقاها اليهودي في المعسكرات الإبادة بين الحرب العالمية الثانية وهنا أنا أتصي من الواقع بعض الممارسات التي يمارسها جيش الاحتلال وعصاباته لا تختلف كثيرا عن ما مورس وفق الروايات الصهيونية اليهودية معهم من الألمان إذن أنه يتم تعريف الأسرة ترقيمهم يقفل الإسم يسقط الإسم أمام الرقم أنت تتحول من إنسان لكامل إنسانيتك وكينونتك إلى مجرد رقم 10-11-14 ما إلى ذلك بالعودة إلى الذاكرة إلى 30 عاما مضت عندما كنا في الأسر في سجن النقب كان هناك أبيض يمنع السير إلا على هذا الخط وعندما تحاول الانحراف يمينا أو يسارا عن الخط عرضه لا يتجاوز النصف متر يتم اطلاق النار على قدميك وعندما سألنا عن السبب قالوا هكذا كان يعامل اليهودي في المعسكرات الإبادة النازية وبالتالي ما قاله الرئيس البرازيلي هو إصطاع حقيقي ومرطقي وواقع على ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني في هذه أيام بتفاصيل دقيقة عملية التجويع التي يمارسها الاحتلال على قطاع غزة هي مستنسخة من حجر مئات في براكسات لا أعرف ماذا يطلق عليها وإلقاء فكات من الخبز لهم بان المعتقلات في السجون الألمانية النازية وبالتالي اليوم الإسرائيلي يمارس ما مورس عليه فقط الدعائي هذا التجويع وهذه الإبادة وهذه الجرائم هي واقع اليوم يعيشه الشعب الفلسطيني لذلك قلت قبل قليل بأنه لا يمكن لنا أن نستمر بمجاملات دبلوماسية نحن لسنا دبلوماسيين ولا موظفين في وزارة الخارجية الفلسطينية لذلك عندنا أن نسقط وجه الخجل لنقول لأن هذا الصمت أيضا يقتلنا الصمت العربي يقتلنا كما تقلنا على القتل الصوري الأمريكية إذن الاحتلال اليوم يمارس عمليات إجرام منظمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه الخصوص الحصار، التجويع، التجميع تجميع الشعب الفلسطيني في مربعات ضيقة عندما نتحدث عن 7 إلى 8 كيلومتر مربع يوجد بها 25 ألف أو مدرسة للوكيلة وكانت تحقيق تشغيل اللاجئين الفلسطينيين مدرسة مخصصة لـ 300 طالب يوجد بها 7 ألاف شخص هذه بحدها تجريمة تمارس ضد الشعب الفلسطيني تحدثنا الدكتور أحمد عن الممارسات الصهيونية والوضع المأساوي في قطاع غزة والإنسانية الصعب تحدثنا عن الوضع الصعب أيضا في الضفة الغربية والإجراءات المتوقعة من قبل قادة الاحتلال لتنفيذها في الضفة الغربية وأيضا تحدثنا عن الوضع داخل الكيان الصهيوني إلى أين يريد بهذه الأمور كلها نتنياهو التوجه في المنطقة في النهاية في نهاية الأمر إلى أين يريد الوصول نتنياهو يعني فقط نتمنى أن لا يتهمنا المستمع بالجنون نتنياهو يستمد عقيدته الصهيونية وكذلك ركائز حكمته من مدارس دينية نعرفها بشكل جيد هذه المدارس ما زالت تؤمن بإسرائيل من النيل إلى القرار إذن دائرة الاستهداف التي يضعها الإسرائيل في مخططها الصهيوني في خرائطه هي تمتد من منابع نهر النيل إلى منابع نهري الفرات ودجلة وبالتالي هذا المشروع الأكبر والأعمال اليوم بن يمين نتنياهو إضافة لمحافظته على بن يمين نتنياهو وإذنه العظيم إذ أن شقيقه قد قتل في عملية فدائية في عنديبي قبل حوالي خمسين عاماً ووالده من المفكرين في الحركة الصهيونية وهو يتبنى فكر هيرتسيل وجبوتينسكي وكافة المفكرين الأوائل والمنظرين الأوائل للحركة الصهيونية وإسمودريج بن كفير كافة هذه المشكلات لحكومته هي حقيقة تلاميذ أو طلاب لدى نتنياهو هم تلامذة بن يمين نتنياهو إذن التفكير الأوسع الجمعي في إسرائيل اليوم هو يتحدث عن الدولة الكبرى التي تبدأ من التهجير من إخلاء الضفة الغربية من كل ما هو غير يهودي إن كان ذلك داخل الضفة الغربية أو قطاع غزة أو أراضي فلسطين المحتلة منذ العام 48 من المسلمين ومتحيين وهنا اسمح لي فقط العودة إلى المسجد الأقصى والصلاة بالمسجد الأقصى قرار المنع يسري أيضاً على حملة الجنسية الإسرائيلية بمعنى بأن القرار ليس فقط يختصر على أهل الضفة الغربية وإنما كذلك على الذين هم حمل للجنسية الإسرائيلية منذ سبعين عاماً وهذا يدفعنا للاعتقاد بل للجزم أن إسرائيل تخطط عمليات تهجير وتعد لعمليات تهجير كبيرة في ظل الخلق حالاً من التوتر يسعى إلى تهديدها وإلى إيجادها بين نمي نتنياهو وبن كبير واسمودرج وقايدي آيزينكوت وسمعنا كذلك بني جانتس خارد دخل أيضاً على جوقة العنصرية والتطرب الغير مصبوب يوم أمس وأسمح لي أن أطلق يوم أمس مجموعة تسمى في جيش الاحتلال وحدة تسمى وحدة الصحراء البدوية هي مشكلة من البدو العرب المسلمين تأخذ في جيش الاحتلال عندما حاولت منع المستوطنين من اعتراض شاحنات المساعدات التي متتجه إلى قطاع غزة من بعضك كارني وجهت بشتائم يعني ليس فقط مسألة الترفع عن ذكرها وإنما كذلك جزء منها يتعلق بالعصرية هذا اليهودي يرفض هذا الذي يلبس أو يرتدي الزي العسكر الإسرائيلي يرفضه لدينه لعرقي لإسلاميتي لعبتي هكذا هو اليهودي هكذا الصيونية تفكر لمن يعتدد بأن هذه الدولة الغربية موجودة بنظام ديمتراطي دكتور أحمد شديد يعني وباختصار كسؤال أخير يعني ما هو المتوقع من المفاوضات الجارية في المدة الأخيرة هناك مفاوضات كثيفة جرت سواء في مصر أو في قطر أو حتى في باريس حاليا يعني ما هو المتوقع من هذه المفاوضات؟ المتوقع حقيقة بنسبة 60 إلى 65% فشلها ولكن الآن هناك احتياج متبادل المقاومة الفلسطينية وأهمنا في الغزة يوجد معاناة كبيرة وكبيرة جدا في ظل الحصار بل تجوع من أسمعهم الروايات عن أكل يعني أجل لكم الله للحيوانات التي نفقت وبعضها الكلاب والقطط والخيول هذا يدفعنا إلى القول بأن المقاومة القطاع غزة بحاجة للمعونات التي متوقفة على أبواب القطاع إسرائيليا نعم الإسرائيلي بحاجة اليوم لخفض التوتر ولو قليلا ليس فقط إرضاءا للولايات المتحدة وإنما كذلك نحن الآن نتحدث هناك سقوط العشرات الصوريخ على المستوطنات المطلة وكريات شمونا والمستوطنات التي تحد لبنان وبالتالي الإسرائيلي بحاجة لخفض التوتر والتصعيد وكذلك أهلنا في القطاع غزة اليوم يعني يعيشون التجويع بكافة تفاصيل وكل من يحمله كلمات من معنا نعم دكتور أحمد شديد المختص في الشأن الصهيوني شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته خلال هذه المناقشة كنت معنا من الخليل أشكرك جزيلا شكر دكتور أحمد شديد وشاهدين برنامج صباح نيوز متواصل بقوا معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك